اشتركوا في القناة مثلاً اللي يسمونه الآن كافهات فيها شيشة وفيها غيبة وفيها صراخ وفيها أغاني وفيها شيء من هذا حتى وإن كان هو لا يتلبس بشيء من هذا لكنه وقع في أماكن شبهة والله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لا تجلس مع الغافلين لا تجلس مع اللاهين لا تجلس في أماكن فيها معاصي فقد نص علماؤنا على أن من وجد في مكان فيه منكرات لا يستطيع أن يغيرها لا بد له من مفارقة هذا المكان وحتى المكان لو كان فيه شبهة وليس فقط محرمات ظاهرة لكن مكان مشبوه فيه إشكال في هذا المكان ينبغي أن يتنزه طالب العلم عن ورود عن الورود إلى هذه الأماكن قال ابن حجر في قوله تعالى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من قول من يطعن فيه وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعايشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروأة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لما رآه أحدهم مع صفية زوجه زوجه وكان يعني يكلمها ويحادثها فلما رآه الصحابي انصرف واستحيا وقاه مع زوجه فناداه قال إنها صفية قال أوى منك يا رسول الله يعني هل نحن نشك فيه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلتدفع عن نفسك يا طالب العلم ويا حمل القرآن ويا أيها القارئ ويا أيها المقرئ فلتدفع عن نفسك أي شبهة تمس عرضك حتى ولو من بعيد فإن هذا من براءة الدين من خوارم المروأة التي يذكرها علماؤنا مخالفة لباس أهل بلدته والتفنن في الغرابة في اللباس الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون البلدان ويفتحون الأمصار ولا يأمرون بتغيير الملابس ما كانت الملابس غير مخالفة للشريعة ففي أي مصر وأي بلد من يعني كان أهل هذه البلد يلبسون لباسا لا يخالف يعني الضابط الشرعية في اللباس فينبغي أن لا يخالفهم وأن لا يلبس لباسا غريبا وأيضا من هذا منع إعارة الماعون يعني يكون عنده مثلا شيء مما يستفاد به كأوعية للطبخ في القديم الرأي تلك الذب في الآخر يراءون ويمنعون الماعون فهذا ذم لمنعه الماعون ويشمل ذلك مثلا أي شيء الإنسان يستخدمه كأدوات مثلا مثلا أشياء للسيارة أشياء للبيت أشياء قلم أي شيء يعني يستطيع إعارته لغيره ويمنعه بلا سبب وفي الحديث من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له يعني مثلا رجل عنده سيارة ويمشي على الطريق وهناك ناس واقفين على الجانبين خصوصا في حر الظهيرة وفي برد الشتاء وفي المطر فلا بأس إن كانوا مأمونين ولا يخشى يعني منهم فليأخذ منهم بعضهم في طريقه فهذا من يعني من المرؤات ومن كان عنده فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له قال الصحابة حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل يعني إنه ما في حد حاجة لتزيد عن حاجته الضرورية أنه لا حق لنا فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من كان عنده فضل كذا فليعد به على من ليس عنده وهكذا فهذا ينبغي أن يكون يعني من أخلاق المسلمين ومن مكارم الأخلاق وقلت ومن هذه الأمور يعني التي لا تمدح بل تذم وتستقبح من طلبة العلم والقراء والمشايخ والعلماء وهي أشد من منع المعون وهي منع الخير والخير هذا قد يكون وجاهة تبذلها أو شفاعة فربما يكون أحدهم في حاجة فقط إلى إلى أن تتشفع له مثلا في عمل وهذا لا يأخذ حق غيره أو أن مثلا تتشفع له في أن يعالجه مثلا طبيب مثلا تعرفه مجانا أو بأجرة منخفضة أو تسعى معه في حاجة تذهب معه إلى مكان لتقضى حاجته بما لك من منصب أو من جاه أو منزل عند الناس أو قد لا يحتاج الأمر إلا إلى اتصال أو شيء من الجهد اليسير بلا عنة وبلا مشقة فهذا هذا أراه والله أعلم هذا من يعني سوء الأخلاق ومن قلة المرؤة ينبغي أن يكون طالب العلم والقارئ والعالم والشيخ وحامل القرآن ينبغي أن يكون من أصحاب المرؤات وأصحاب الشهامة وأصحاب النجدة فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى هذه الدرجات وكان يعني يتفقد أصحاب ويتفقد أحوالهم ويتفقد حاجاتهم ويطلب المساعدة لهم وهكذا في يعني يطلب المساعدة إن لم يستطعوا أن يساعد يعني ليس عنده مال وعنده فقراء فيطلب من الصحابة أن يجمعوا المال والأحاديث تعج بها دووين السنة ولا نريد أن نطيل فينبغي طالب العلم والشيخ والعالم والقارئ وحامل القرآن أن يكون من المبادرين ومن المسارعين إلى هذه الأمور وهي من مكارم الأخلاق ومن المرؤات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم ونكمل إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم وبركة على النبي المحمد